الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الكهرباء سونالغاز تمكنت من وضع استثمارات كبيرة في مجال دعم الشبكة الكهربائية الوطنية في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز ما سمح بتعزيز القدرة المركبة المقدرة حاليا بأكثر من 251 800 ميجاوات انطلاقا من سنة 2010 حتى 2022 الدولة الجزائرية استثمرت من خلال سونالغاز ما يعادل 43 مليار دولار من الاستثمارات التي دم ضخها لتوسيع وتدعيم الشبكة الكهربائية وتحسين نوعية الخدمة على المستوى الوطني كما شهد الاستهلاك الوطني للتاقة الكهربائية تسجيل ذروة تاريخية جديدة هذه السنة نتيجة ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة التي شهدتها معظم مناطق الوطن الذروة الأخيرة التي تم تسجيلها في 23 جوليا يعني عندنا فائض في إنتاج الكهرباء وهو اللي يسمح لنا أنه نظما استمرارية في التموين بالكهرباء على المستوى الوطني بالنظر لارتفاع في درجات الحرارة يعني طالما هناك ارتفاع ربما موسمي أو ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة نتوقع من جهتنا أنه يكون هناك ارتفاع في الطلب على الكهرباء ويتم على أساسه تسخير كل الموارد المادية والبشرية اللازمة تمكن مجمع سونالغاز في التسيير والتحكم في الأوضاع بشكل كبير حيث استطاع أن يتحكم في هذه الوضعية الاستثنائية التي أثبتت نجاعة عالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة موسيقى